اهلا وسهلا بكل مشاهدي الجنوبية وخاصة برنامج 30 دقيقة معا ضيفنا هذه المرة استثنائي بكل المقيس بطل عالمي نظر حياته للرياضة هو سيد صادق كوكا مرحبا بيك سيد صادق في 30 دقيقة على الجنوب شكرا برك الله فيك على الاستناف نبدأ بمسيرتك مع هلال الشاب المسيرة هذه برشا ناس ما يعرفوا ايش وانتي بديت كلاعب في هلال الشاب كان نجمو نحكيو على هالمرحلة طبعا احنا في السبعينات نحكيلك على هامور نتاعي وقتها 14-13-16 كنا لعبت مع الشابة في هلال الشابة في الصغر في الهداني في الواسط لعبت حتى كنت انا قايد فريق اللي هما جينيور كحارس مرمى الشابة كل تعرف هذها اكثرهم يعرفوا كل هذها وفي الحياتي لعبت اربع مقابلات مع الاكابر لانه غياب الحارس المرمى اللي هو محمد منفضل حقيقيه المرة هذه ومناضل وعطاه للهلال الرياض الشابة برشا وكان وقت اللي يغيب هو يحطوني يعني والله اول مرة وقت اللي برحولي وقالولي مش تلعب الراك معا السينيور وقتها مش نلعبه بسفاقس مع اللام بيكا جمعية من سفاقس خفت كنت مش نهرب باش نلعب يا خاضر ما زلت حسيت راحي ما زلت مانيش مؤاهل للكابر السينيور لكن بعد تشجعت ولعبت في انتيني هذي كاول بطولة وش اول بطولة اول مقابلة لعبتها مع الشابة في السينيور ولعبت اربع معهم اربع مقابلات لكن مع جينيور لعبت برشا وبعدها خرجت للخارج معناها في عمره في السنة 18 سنة تبارك الله علاقة كلاعب وعلاقة اليوم كمشجع وين النجمو نلقاو سي السادة كوكا بالله هي في الحقيقة راو هلال الشابة عندها فضل كبير ياسر علينا هلال الشابة راو احنا في الوقت الثكاية في الوقت الثكاية راو ما عندناش حتى جمعية اخرى رياضية لذا معناها ما عندكش اختيار معناها اما تمشي مع الهلال الشابة وتمشي للرياضة او راك مش توقعت معناها تمشي للجهات اخرى الله اعلم كل واحد وين يمشي في المثل انا اخترت معناها الهلال الرياضي معناها انقذني في الوقت الثكاية اللي كنت معناها مركز على الكرة وحبيت الكرة وقعت على الكرة وبعدت على المشاكل الاخرين الكل اللي يمشي لهالشباب والحاجات الاخرين الكل اللي بعدنا عليه وحتى لين خرجت للخارج واصلت الرياضة معناها كنت نلعب حتى مع الكرة القدم كنت نلعب في الجيدو كنت نمشيت نقرة في سفاكس كنت نلعب في الجيدو وبراليل مع الكرة كي خرجت حتى الخارج واصلت في نفس النمط فهمت لها واصلت الرياضة معناها يقول هلالة الشابة راهوا عنده فضل كبير ياسر مش علينا برك راهوا على برشة شباب متاع الشابة اللي هو كان منقذ فهمت لها لهم اللي هو حتى مولوش رياضين كبار لكن بعده على الفترة هذكية متاع الشباب الفترة المراقة كانوا معناها بعادة على برشة حواج يعطيك الصحة المظلمة اللي تعرض لها هلالة الشابة نسميوها احنا حكم جائر من جامعة كرة القدم انتي كمشجع وكمحب وكابن الشابة كيفش تقبلت اول خبر حملية الانزال يعني العقوبة القاسية على هلالة الشابة انا مشجع كبير من هلالة الشابة سواء معناها مادية او معنويا وكل الشابة تعرفها هذك طبعا العقوبة ما كانش منتظرة ما كانش منتظرة وكانت قاسية اكثر معناها من اللازم معناها في رأي انا شديت رأي رئيس جامعة ايضا في رياضة اخرى مش في كورة خدمة لكني متشابه هي جامعة شديت رئيس الاتحاد العربي مدة سنوات وعديد من الجامعيات ايضا شديت فيها الجامعة احنا كنا في الجامعة متاع الكاراتي كيوكشينكاي احنا كنا الجمعيات الصغيرة وكنا نشجعوهم نعطهم الفلوس باش هما يتكونوا باش هما يزيدوا يدخلوا للجامعة معناها نشوف الاسلوب ما هوش صحيح خلاص طوما نعرفش مش لازم باش يقول وش كون صحيح وش كون غالب اما الاسلوب متاع الجامعة موش صحيح خلاص معناها رياضيا وخاصة رياضيا معناها مهما كانت الخطأ اللي يعملوا الرئيس للخطأ كان راهوا ينجم يتصلح حتى مغير حتى عقوبات وش معناها عقوبات 180 مليون 100 مليون اش ني هاد لهي الجامعية اش ني بتجي متاح رياضات الدفاعية في تونس كيفاش حوالها سيصدق وانتي القريب منها الرياضات هذه الرياضات الدفاعية اليوم تعاني 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 بالحق معناها من كل نواحي خاصة لأمور المادية خاصة لأمور زادة في مثل اله اللوجستية تراها أعطيني قداش عنها من قاعة خاصة بالرياضات الدفاعية في تونس وكل شباب معناها يحب الرياضات الفردية هذه لكن نتأسف برشا وقتل من القاش معناها الدعم من القاش الفرص ما ياخدوش فرص كما ياخدو فيها الأوروبيين يعني فرص حقيقية هي فرص حقيقية سواء أنت فيمتني ولا في التدريب سواء في التكوين سواء في أيضا اليوم تمشي برشا وأنا كنت رئيس الجامعة بتاع الكيوكشينكاي مدة طويلة وأنا المؤسس بتاع الجامعة هذه نمشي نشوف نلقى عديد من النوادي يتدربوا على السيمان اللي هي غير معقول عناها تطا 100 اللي هي بيساط سهل 4 ملايين 5 ملايين نرمال ما هو وقتل هو في الولاية متاعه هدكية هيتعاوم الولاية ولا تعاوم نوزر شباب الرياض علش تخليه بالعشر سنين هم يلعبوا صغار يلعبوا على السيمان ما عندهم مش دوش فظل ظروف هذه 50 سنة لخالي يعني كانت ظروف أتعس ولكن انتي صنعت تاريخ وعملت طريق وردي كان فيه برشة النجاحات كيفش تحقق النجاح هذا متاعك انتي والله احنا شوف بديتاني في الجيدو وفي الكورت القدم هما اللي ساعدوني شوية عندما خرجت الخارج في 72 كان وقتها بريسلي اللي هو بداع في أفلام بريسلي هي أعطتنا الفكرة باش نغير من الجيدو للكاراتي هي خرمتك يعني اي لكني قعدت نحب الجيدو ووصلت للجيدو وحتى لقدت الحزام الأسود في الجيدو وبعدها بديتندرب الكاراتي لانه بريسلي عنده حركات اللي ميش موجودة في الجيدو موجودة في الكاراتي وانا كنت محظوظ بكل صراحة الخطة جاءت فرصة باش خرجت للخارج وادربت وقيت بالحق معناها وصلت قعدت شوية في إيطاليا عامين وبعدها مشيت للسويد وبعدها قيت شوفت معناها ادربت معناها الاسويد اللي هي قيت الإمكانيات كل كل شيء كل شيء متوفر المهم هو العزيمة واحنا العزيمة عنا ينقصنا إلا وانا والنجم يقول لفهم الالاف يمكن عندهم العزيمة أكثر من ياني هنا في تونس وشوفت معناها كيفاش حتى معناها تحصلوا على ميداليات دولية وهم من هنا ميزالوا من هنا وكانوا معناها يعانيوا في الصغر بتاعهم فكل مشاكل النجاح ذي التاريخي خلى برقيبة يستقبلك شنية ما زلت تذكر ما كان اللي قاها هذيك بتاع الاستقبال اللي كان تاريخي بكل المواصفات والله برقيبة استقبالني فيفري 1987 87 بعد التتويج جيت لتونس والحق تتويجوين كان تتويجو كان في القصر لا البطولة تحصلت عليها مش النشط والذاكرة متاع الناس انا تحصلت عليها 86 نوفمبر 86 1986 لكني قطت اليابان وبعدها رواحت تونس تور رواحت التذكر بتاعي الرتور بتاعي والسويد ومن السويد جيت تونس معناها جيت في فيفري 1987 لكني البطولة كانت نوفمبر 1986 وتحصلت على وديك اول مرة معناها اجنبي يربح باقي البطولة هذكية استقبالي الزعيم المرحوم الزعيم الحبيب بورقيبة كان بالحق مثير وكان ربما هو سبب في الرجوع متاعي تونس لانه قال شاف جبت له مجلة مختصة في الازدار مارسيو في الكاراتي قال ستة صفحات متوبة على تونس وشد هكي وراها لك الوزراء الكل اللي عنده وقتها هذي خمسمائة مليون خمسمائة الف نسخة شهريا المجلة هذي هاي اصفارها قتلي في متنين الله قتلي اعمرنا ما تصلوا بين عباد كما هك وين تونس هذي 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 وانا متنين الله على اللايون اللايون اعمرنا مكتوبة بالانجليزية معنا المجلة هذي مختصة بالكاراتي بالمانفلي مونسويل مونسويل بعد هذي الكل بعد هن النجاحات هذي الكل رجعت لتونس واسست اول جمعية رياضية في كيو كينشاكي والله تأسيس بما ان رجعت لتونس طبعا بدت نشوف الرياضة دي ما هيش موجودة في تونس وحتى موجودة صيفة قليلة الوطن العربي والافريقي قلت علش لا خلال الرياضة دي رياضة جديدة وفهم برشة معناها قاعدين يستنوا فيها أنا كنت نجي في عطلة وشافوا الرياضة دي وسمعوا بها معناها حبوها وحبوا يمشيوا الرياضة وكان الانتشار وكان الانتشار بسرعة معناها في بعض كبير وعديد من النواة المئات من النواة دي حلت معناها الجامعة ايضا كانت احنا بدأت 2004 الجامعة علش تأس الجامعة 2004 معناها في القانون وقت يقول لك على الأقل عندك 2500 مخرط احنا عملنا الجامعة معناها كانت معناها فيها 4000 عملت بارك الله فيه وقت وزير الشباب والرياضة السيد عبد الرحيم الزواري معناها يلقى كل شيء معناها القوانين يلقىها في رياضة معروفة معناها سنين وعند تقريب 10 ملايين منخرط الرياضة هذه معناها ليش منظمة عالمية كبيرة وبعد اسسنا في 2004 كثر النوادي وكثر اللعبين اسسنا الجامعة 2004 ونجحت الجامعة في متن اللي بدأت تختم الجامعة على روحها لكن هذا كل النجاح السريع نجح نسميه جاب لكم برشا حساد وبرشا بغر وبدأت وكأنه بديت تتولي فما أزمات والله ربما هي بالحق كما قلت نجحنا النجاح كان عتيك معناها بعض الأرقام نجحنا معناها ولينا اللولين عربيا وإفريقيا وميزي شكاكة تحدينا الأوروبيين معناها تصير بطولة في هولندا كل عام تصير بطولة هولندا المفتوحة معروفة دائما تنظمها وكل عام يشاركوا فيها 12-13 دولة أوروبية من روسيا من وقت آسيا الشرقية المجر رومانيا بولغاريا هزومة دولة قوية في الرياضات هذه في الرياضة الكيكوشينكاك وإنجلترا ودولة الكوية أحنا نأخذو ثلاثة مرات المرة بالولا بستة لعبين ومدون عنا معنا مش كلام هزا يرى وجبنا الشريط وتعدى في الأخبار بتاع الثمانية وقبلنا وقتها وزير الشباب والرياضة عبدالله الكعبي الله يذكره بالخير وكرم اللعبين الكل وكان في وزارة الشباب والرياضة معناها عملنا حاجات معناها غير غير مسبوقة حتى رياضات الأخرين اللعاب الفردية معناها وقاعة كيما قلت انت شوية حزد وشوية غير هيك وكيف اللعبين تمسوا رغم اللحن البيوتجي متاعنا كانت أضعف البيوتجي كلنا نمشيه 30 ألف دينار حتى 90 ألف دينار 20 ألف 30 ألف دينار باش انت تدرب به وتكون بيها وتهز بها في مثلا اللعبين الخارج تساكر ونزل وكذا كذا وتهز بطولات ونجيب ونهز البطولات كبيرة كانت تونس دائما هي الوحيدة الافريقية العربية ومكنناش رانا مشاركين بارك رانا كنا نفس وفهم باش هراس وكانوا اليوم الفريق التونسي راهوا يعملوا 20 حساب وكتلا كنا نخرجوا في هولندا في الشارع كانوا الهولنديين يجيوا يكركرو فينا يجيب دونا يحبوا يخلص علينا نلقاه ويحبوا اللي هو الرئيس متاعها هو رئيس الاتحاد الاوروبي ورئيس الاتحاد الهولندي شيهان لوك هولندر اللي هو توفي منذ سنتين اللي يرحمه معناها جاء في بطولة استدعى الفريق التونسي واحده بحضور الجامعة متاع هولندا كامل وهزن الاحسن مطعم وضيفنا غلاكية علاش على الديسبينا متاعنا على الرياضة متاعنا على الانتصار متاعنا واقتل لهولندا شاركت ب46 لعب واحنا ب46 لعبين نجي يقبلها ايه مش معقول لكن ما كانش عنا كنت انا الكوتش كنت انا المسير كنت انا الرئيس الوفد كل شي الاتحاد العربي كان بسرعة عملناه في احنا الجامعة تكونت في 2004 2005 ساعدنا صديقنا العزيز المرحوم احمد بغنيم لانه كانت صعبة معناها كيف مش تمشي الوثائق وكيف مش تدخل لانه بش تدخل الاتحادات العربية الاخرى مساهل لانه اللي جاني الولمبيا العربية اللي هي موجود المقر متاعها الرسمي موجود في السعودية معناها عملنا مطلب فني كبير وبعدها الاخر هو كان صديق لي وكان عنا صداقة حتى عندي صداقة حتى مع شقيقه محمد بغنيم تعديت معاه عديد من الحصص في التلفز ذلك الوقت وبعدها عاوننا هو في المراسلات للجاني الولمبيا العربية مع الكتاب اللي عملته أنا معناها فيه التفاصيل لها الرياضة دي والحمد لله معناها تقبل الملف متاعنا في اللي جاني الولمبيا العربية واصبعنا احنا نمثل الاتحاد العربي جديد تخل مع الاتحادات اللي 56 اتحاد عربي اخر معنا ولينا ندل الى كل الرياضات الاخرى وجاء حتى الهنا لتونس حضر معنا عديد من المرات اللي هو الامين العام لللي جاني الولمبيا العربية المرحوم عطمان السعد جاء عديد من المرات وحضر حتى في البطولات ودونها وهي الزهر غادي باش يكتشفوا هالرياضة الجديدة وكانوا فرحانين بها وعجبتهم الرياضة وعجبتهم خاصة الديسبلين وقال لنا نخدمه تونس كانت هي السبب في واحدة العرب والدولة العربية كلها تجي لهنا وعملنا نظمنا خمسة بطولات خمسة بطولات خمسة بطولات من عشرة معنا وش شوية 2011 معناها شهور بعد الثورة بعد الثورة بعد الثورة احنا جينا ندربوا ما خلونا حلوناش القاعة المغطاة عنا النادي متاعنا غاديكي باشي الفريق القومي ترانا مسكرين الواحد قال مترانا متدرب حتى حد ممنوع التدريب احنا ولينا ندربوا في الشط ولينا ندربوا في الغاب ولينا ندربوا في أماكن حتى في الدار عندي جرد نضفوا ندرانا وفيها فإنه وفرحة التونس وكانوا فرحانين فرحانين بالجداء بالجداء معناها مش متخوفين احنا وقتا قالوا لا ما نعملوش بطولات لأنه مزالت التونس ميش راكحة وهم كلهم جاء بفرق كبيرة وكانوا معناها فرحانين بالجداء واحنا كنا فرحانين مدام هما فرحانين واحنا كنا فرحانين معهم وكاكة تنظمة البطولة العربية هنا نظمناها في سوسة وكان الانتصار طبعا معناها تونس اختار اشتر ودول الاخرين اختار اشتر هذي الانتصار في 2011 2012 كان الانقلاب المضبر علش يقول قايا الانقلاب هو نعتبره انقلاب صحيح الانقلاب 15 جام في 2012 2012 عملنا جلسة عامة انتخابية هنا وحضر وقتها تشرف على انتخابات اللجنة الولمبية التونسية ووقتها جاء حتى في الانتخابات جاء ممثل سيمحمود للعمامي وقتها هو الكاتب العام الامين العام او الكاتب العام للجنة الولمبية التونسية كان حاضر وشرف على الانتخابات وحتى الملفات كلها مشيت اللجنة الولمبية واللي هي اللي اعطت التأشير وعطت معناها الخط الاخضر باش المترشحين كنت انا مترشح كرئيس وترشحت كرئيس يوم الاحد 2012 يوم الاحد يوم الاثنين 16 جام فيه معناها احنا عملنا الجلسة العامة نهار لحد احنا عمل 10 متع الصباح حتى الساعة اثنين بعد الظهر نهار الاثنين 8 متع الصباح جي استفت من وزارة الشباب والرياضة تمشي المقر الجامعة اللي هو موجود حذاها قريب غذاكية في مقر الجامعات دار الجامعات دار الجامعات وتمشي هزوا ناس يدخلوا صباح 8 متع الصباح ويهزوا لارشيف في متاع الجامعة وكل يحطوه في استفات وهزوا للنزر معناها فما تصفيت حسابات ويخليوا ورقة بعدها جاء خلوا لي ورقة ايقاف السيد صادقوكا على المهمة متاعه كرئيس للجامعة استغلال معناها استغلال استغلال الصيفة استغلال الصيفة وقت هذا في كان في عهد شكون الوزير الوزير وقت ها سيطارق ديب هم وبعد هززوا لارشيف وبعد جاءوا للرابط هززوا لارشيف الكل هذي شنو صار معناها بعد في متنين والله قالوا معناها كي مشيت نستفسر هذي كي محبش يقابلنا الوزير قابلت سي جلال تقايا قابلت سي جلال تقايا شخالك قطلوا يا السيد المستشار في متنين الله شنية الحكاية هذية الله يجاوبني هو بكل برود الدم قال لي انتي تول الجامعة شنو تعمل به ما هو شد الاتحاد العربي يوكفيك ازيك ما شديت قطلوا بايه انتي تراه هيك من الصالح قال ليه هيك قطلوا لا يبيرك هات لي ورقة خنا نعطيك الاستيقالة كتبت له الاستيقالة كتبت له الاستيقالة وخرجت بعد ما فريت إلا هو ما هزوا كتاب كبير هزوه للقضاء قالوا لا فيه فساد وفيه فساد وفيه فساد ما زال في قضية تجري في المدلاء لحد الساعة لكن معناها ما هز لا قطلوا الخبراء طلبوا طلبوا الوزارة قالوا لها اعتينا الوثائق اللي انتي اعملت عليها هالملف هذي الوزارة قال لا راح نرجعنا الملف للجامعة الخبراء بعضوا للجامعة قالوا لها اعتينا الوثائق قالوا لها الوثائق ما قيناهمش قعدوا عامين سنتين وهم يستنوا في الوثائق وبعدها بعثوا لهم يمكن عشرة وراق ولا عشرة قالوا هذك هوش قينا ما قينا حد شي علاش احنا الجامعة طو هذي القانون مع البر مع الاخباض اللي نخدمو فيه هذي لنعرفو لكن مفهمتش انا علاش الجامعة تعمل الشي هذي المخالف بكل علاش شنو سبب انتي كتحب تحسبني تفضل حسبني اي وقت لما اعطيني حقي زيذا ما تدزليش الوثائق متاعي ويجيب فهمت الله وما رحب اي بيك والطو انا معناها فهمت الله طالب الوزارة فهمت الله تحقيق فيه الشي هذي اللي عملوا وعلاش يعملوا الشي هذي هوش معقول تألمت صدق للي حصل معاك لنكرن الجميل هذا انا الرياضة هذي جبت هنا انا دربت الكل اللي تصورها من في عشرة سنين 15 سنين الاولين انا دربت انا عمت تألم الامتحانات انا كونت الفريق القومي انا هذيت الفريق القومي معناها لو كان جيب كوتش من النهار لول معناها للفريق القومي معناها رأوا 5000 دولار كل شهر يلزموا هدايا كل المفهماش كل اللي عملت واني وحدي معناها ربحت الدولة في سنوات في سنوات مصاريف باهظة اللي هي دوفيز تخرج البر ما خرجوش منهم حتى دوروا لانه الخدمة اللي عملت انا واحد بي بدون مقابل ولا واو في مثلا يعقوا عديد من المدربين وانا انا زد عاونتهم باش يحلوا نوادي زد عاونتهم باش يمشيوا الخارج زد معناها ونعطينا تبديو كمين هو وعطيناهم كل شي ومن كاستيانا الخاص معناها زيد على الخدمة مجانا وكلنا معناها نتطوعو ونعطيوهم وحتى صحابي كانوا يعطيوهم الواحد باش عملنا فريق باش عملنا بالفلوس اخي انت الدولة كلها الوزارة كلها انت باستياد سيدك هنا نحب نذكر حاجة وانه سيادتك كنت كذلك مدرب مدارس الشرطة نسيت هذي لا منسيت هاش منسيت هاش منسيت هاش معناها انت قدمت جليل الخدمات للدولة انا خدمت تقريب 25 سنة في مدارس الشرطة وكان كله مجانا كانش ما كانش وكانوا هوم يجيبوا قبل قبليان يجيبوا ممرنين ومدربين من فرنسا في ربما بعض الحصص وكانوا ياخدوا فلوس وتذكرة ونزل خمس نجوب وكل شي ادربتهم وعملت لهم التدريب ما عملوهوش كامل حياتهم معناها بي هوم اللي صرحوا بهذاي معناها اللي عملتولهم في التدريب ما عملوهو مش اخذ وكونتم معناها على قاعدة صحيحة ورجعتهم حتى رياضيين الشرطة واللاوي يلعبوا معا الرياضيين الأخرين ما ن Libero الرجعتهم رياضية واللاوي يشاركوا في البطولات الدولية ووزينا من الشرطة حتى الى الخارج في بطولات العالم وبيطولات عربية هذير ما كانش كانت تقبيل المدارس الشرطة بسكر على روحها ما يدخل حد ما يخرج حد ما نعملت لهم سياسة الانفتاح أهملت لهم سياسة الانفتاح وهاول الموجود في أوروبي هذا يجرنا للحديث على تجربة كيف كيف اللي أنت رجال الأمن والجيش في اليابان تجربتك في اليابان تجربة مشابهة تقريبا عندي تجربة ستة شهور في أكبر مدرسة في مدرسة الشرطة في اليابان في توكيو اللي هو تخلت أنا فنت ندرب معها أنا تعلمت منها برشح ويش في خاصة الفنيات التعالي الشرطة لكن في نفس الوقت أنا كنت ندرب أيضا في المدرسة لي كهي بيدها لأنهم هم يعرفوا أكثر مني الفنيات العالية بتاع الشرطة وأنا نعرف أكثر منهم لأنه فيما تيت رؤيت أني ربحت ما ربحوا همش هم المدرسة متاعها خاصة لتكنيك متاع الكمبيتسيون والتكتيك متاع المباريات معناها كنت ندرب حسة وأنا أدرب حسة في أكبر مدرسة عليا في اليابان فيما شاريت خرج على سيتك وكانت تقدم هنا هاوكو عندك الساموراي الصحراء هذه ربما تجربة منفردة سي صدق ربما هذه تجربة ما خذهاش حتى واحد كيتشوف أنت الصورة هذيك والفيلم كيفش الوصف متاع الشعور الداخلي اللي ينتبك والله فرحان معناها ساعدنا صديقي مختار العجيمي بارك الله فيه مختص في الأفلام الوثائقية عملنا هذا بكاستنا الخاصة في 2008 كلمني وزارة الشباب والرياضة قتل يا صادقك شاريت متاعك حشتنا به قلت لما تفضل للاباس قالوا لي ليه حشتنا به مش نهزوه للصين لأنه وقت للعاب الأولمبية في الصين طلبت الصين على كل دولة باش يجيب شاريت للاعب أطلات متألق في بلاده وقتها اختاروا الشاريت هذي ما نعرفش إلا اختاروه هو الأول ولا ما عندهمش الله أعلم شنوه على كل حال المهم هم اختاروا الشاريت هذي كان مثل تونس في الألعاب الأولمبية بيتبذ في الصين الكوفيد حصلت أنا غادي في مارس مشيت فيه على أسبوعين أخي قاعدت ستة جهور ما أخسرت شيء على كل حال الحمد لله الكوفيد أنا سمعنا أصحابي يطلبوا فيه من هنا معنا خايفين عليها والعائلة حتى هنا وكل خايفين عليها أنا تفاجأت بالسيستامة بتاع السويد اللي هو جاء رئيس الحكومة جاب معاه وزير الصحة وجاب معاه في نصف ساعة وإحنا قاعدة جي ساعة ما نيخط لك ريال مون ثلاثين أما في الوعدة خمس وخمسين فهو ربعين شفت؟ ممالا هك حديث الذكريات رجعتك البرشة الذكريات هك الاسمع ما يزي ما يحس وحده هك الانقلاب هني يخط لك أحكي كما تحب هك الانقلاب هذك هك الانقلاب هذك يزمع بشي ومعاه بفضل بارك الله فيك السؤال في حقه معناها في مارس نمشيت في عطلة للسويد لبدة أسبوعين لكن مع الأسف تقلبت المعطيات فيسا فيسع ووقف في الطيران وقعت غديك في السويد بيه اليوم نسمعه رئيس الحكومة بتاع السويد يخرج في التليفزيون معاه وزير الصحة ومعاه خمسة خبراء أخرين اللي هم مختصين في البحث بتاع هذه الكوفيد والجراثيم وغيره قلب كلمتين معناها الخطابة متاعه ما فيتش خمسة دقائق قلب أنا أطورني سيتوين كيفك مواطن مواطن كيفك من تومه وهو السيد وزير الصحة هو راه مش يكون ينفذ كل التعليمات اللي يعطوهم له الخبراء هذومية متاع السحة وانا رأني مواطن كيفك من تومه واللي يقروه الخبراء احنا مش ننفذوه بحذا في ريه والسيد وزير الصحة هو على ذمة مهم ويختفي وبعدها في نفس الوقت كان برشا صحفيين بيش يسلوا الخبراء هذوم شنوه اللي مش يعملوه شنوه وقتها تشوف يعني تذكر في اوروبا الجنوبية كلها اللي هي ايطاليا فرنس اسبانيا كلها كانت مغلوخة اليوم معناها سويديان وكلهم خايفين اللي هو مش يسيرين لهم كم يسير الاسباني ثاروا الخبراء قلّم لأ احنا عيشوا عادي لكن عندكم حاجات عندك مترو نصف عندك ما تقربش كيفاش تغسل يديك كيفاش تنظف روحك كيفاش تحمي روحك فقط بعدها خلّه ناس كل احرار لكن الحاجة الغريبة انه وقت نجي نطلع في المترو هي تلقى ثلاثة كراسي منه ثلاثة كراسي منه تقعد انت في كرسي معناها ما عاد يقعد حتى حد احداك يقعد واقف ساعتين في القطار وميجيش يقعد احداك معناها هو هذا الفرق الى الدسبلينة اللي عندهم معناها يطبقوا فيه بأحد يرهي يراب الشرطة معناها قاعة المدارس تخدم القطار يخدم المترو يخدم الحافلة تخدم المطاعم تخدم المقاهي تخدم الوحيدة في العالم حتى صحابي معناها سمعوا وكيكا ساعات عبعت لهم كليب صغير وبعدها حتى الجوهر انا عندي اتصال بها اذاعة الجوهر ايه هكذا بشينا نحكيوا عليه كيه كلموني ما يكلموا فيه يبدي كيفيش يحكيننا كيفيش انتوما الحجر الساحي والحجر الساحي يخد المنار فالهم أنا ما عندهم مش حجر الساحي لنا قال له أعطى وانا تنبيه واللي يحس بروحه ومعناها مريض وما جاءت مع فهم موته وجاءت فهم المراض لكني برشهم وردوا يدخلوا ويخرجوا معناها أكثرهم يخرجوا بعد ما عدا بعض معناها هل لك تسعين سنة والواحد يلقى عنده امراض اللي هما معناها جموش يتغلبوا عليه هذي اللي هو في الاصحابي معناها يبدأوا خايفين علي وقدوا يكلموني وعملت مرتين نبعث ولا ثلاثة مرات يكلموني الجوهر باش نعطيهم هالمعلومات لأنه هي فاجأت العالم الكل فاجأت حتى الأوروبيين تتهوروا وتعمل هذه الفاصلون هذه النوعية بتاع الحجر الصحي الحجر الصحي لكن اليوم هكتشوف اليوم كلهم الدولة هذيك اللي هم اليوم كلهم قاعدين يتصلوا بالسويد ويحبوا ياخدوا النموذج السويدي كيفياش عملوا ولطوه هيك كيما هما هيك كل شي يمشي كل شي يخدم لكني طبعا عنده مقوانين يقولك مثلا الاجتماعات من اللي بدأ ولطوه أكثر من 50 لا 50 واحد ماكسيمو ولكني كي طبعد فما ديستانس ديما فما تبعد هذي اللي عملته حتى تونس شوية لكن هما راه يبقى يقوله تبعد راه ما تلقاش حتى واحد ما يوقع حذاك جي طبعد أنت حذاك يقولك سامحني إذا ما تبعد عليه ولا هو يقوم يخليك أنا شحبش نقول يقول راه أحنا اللي عنا أنت سميتهم العابة الأبنية ستة لكني يفهم آلاف رياضات الدفاعية لكن تشجع فاهم الدول الدول كل تشجع فاهم مش معناها تشجع كان على ألعاب أولمبية يجي نقولك ماذا أن هاي اللعبة اللي هي أكبر رياضة دفاعية في العالم ومهيش أولمبية وهو نعطيك فيم تلاشة يسمها هي اليوغا اليوغا اليوم أكثر لعبة فيها الناس اللي هي يمشيوا اليوغا اليوم في أوروبا في كل حي مش في كل مدينة معناها في مدينة صغيرة تلقى 10-20 اللي هما يلعبوا في اليوغا الهند عملت وزارة اليوغا وحدها الرياضات وحدها واليوغا وحدها أنا مرة اقترحت على وزارة شباب الرياضة وقلت لهم يا أخي انتم لاهين بالكورة 99% ولاهين باللعبة الفردية الكل معناها عشرة جامعات ولا قديش واحد المية يا أخي أعمل وزارة الكورة وحدها وأعمل وزارة أخرى للرياضات الفردية وحدها تكون أحسن ياسر وترجع رأي في نفس السياج في نفس السياج لا أعمل فرع أقول هذو هما مختصين إلا في الرياضات الفردية والاخرية في الكورة لأنه اليوم مع الأسف رياضات الفردية راه مهمشة جدا ورغم اللي عنا راه مواهب كبيرة ياسر وعنا توانسة اليوم معناها خسرينهم على خطر ما قواش الحظ بتاحهم سي السادق كوك هل تساعد إلال الشابة مادية؟ هل نساعد فيه مادية وعملنا احنا مرة عملنا وكنت أنا فيه سبب وجبنا حتى بحضور والي المهدية وقلنا احنا واستدعينا رجال الأعمال بتاع الشابة حصلنا تقريب وقت ثلاثين واحد وكل واحد شهريا شنو المقدار اللي مش يدفعوا للشابة ايه كل حد معناه ما نجبره حتى حد معناه أنت تنجم تدفع مئة ألف في الشهر مقلولكش لا أدفع خمسة تدفع تدفع للي تحب أنت هذي معناه نجي ونلقاه تقريب مئتين تاتمئات ألف دينار باش اي رئيس جديد ينجم يلقى بيجية صغيرة باش يخدم به البروغرام هذيك ما كملش حتى العام لكن هذي طبع عنده اكثر من عشرين سنة انا الوحيد اللي ما زلت الى حد الان شاد فاك البروغرام هذيك ونتبع كل شهر ويمشيوا للكاسة ويمشيوا للدار يطبطب ويقولوا أعطيني شهريتي كأنه معناها حق مكتسب الى حد الساعة مش كان بعد ما ولت في الآ لا 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 واحنا نشوفين بعد ساعات يعرضون اياك الاصحاب ابوكمية الرجال العمال يقولوا يودي علاش معاش تشجع كل واحد يجيب لت مشكلة تلقاه في ميد دينار في الشهر وقول بيس عليه لا انا والله يا الرئيس هذاك ما يعجبنيش لاش بهم خسر المات يوديش يهمك انت انت اعطي البلوس للجمعية وحده ميلعبوش انا مش نعطيهم عليج انا كون لي اياك الصغار في يقعدوا في الشارع تلينيهم برك فقط انا مش نعاونك برك الله فيك كل اللي تحب انت حر الله ينحب نشكرك رمزي وانا فرحت الحصة اللي شفتها البارح الجنوبية بالحق كانت احسن حصة من كل الحصة اللي تعدوا في القنوات الكل بكل صراحة نشكرك برشة وهذه فرصة باش نشكرك برشة برشة على شجاعتك وعلى اهتمامك وعلى المجهودات والبحوثات اللي عملتم باش وريت الحقائق متاع هالجامعة والخروقات اللي عملتم هالجامعة هذه نحب نشكر ايضا صديقنا واللي هو فهمتني الله المناظل ايضا سيانيس الحميدة اللي هو قاعد معناه يجري باكثر من جهده وانا تفاجعت كي شفتك في الشابة وانا فهمت علاشة اندي جيت للشابة وشفت بعينيك وبرك الله فيك اللي اندي زرتنا في الشابة وانشالله في مناسبة احسن من الهكاية ونفرحه بيك اكثر وحتى سيوى دي على الجريف مرحبا بيه في الشابة انا حلنا المشكلة ويجي تون ضيف وانا انا تون ضيف وتون بالريف امدلان بعد نحبه في الشابة وتون يقول سمحني ومن اعتذر بذنب لا ذنب عليه